بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي الحوثيون يحتجزون سفينة تابعة للي ما يتسموش في قلب باب المندب تطور طبعا خطير جدا بس عايزة اقول في الاول ان الحلقة الماضية اللي نزلت عن فضيحة الحفلة لحد دلوقتي لسه بتتراجع وده كده ايه؟ ده كده لمبة حمراء حد هيقول لي ابراهيم احنا بنشوف نفس الاخبار دي على قنوات تانية او هنا وهنا وبيقولوا الاسامي وبيعملوا وما بيحصلش معهم اللي بيحصل معك عايزة اقولك من يوم 7 اكتوبر واحنا مصنفين لدى اليوتيوب ان احنا داعمين بقوة للأسود ده شرف لنا على فكرة وهنكمل على كده فعشان كده احنا بتحسب علينا الكلمة والنفس والحرف والفيديو وكل شيء فعشان كده احنا بنتحرك في اضيق الظروف عشان كده بأكد مرارا وتكرارا تابعونا على القناة بتاعتنا على الفيسبوك موجود اللينك بتاعها تحت ومنصتنا او صفحتنا رسمية على منصة اكس بننشر عليها كل الفيديوهات وان شاء الله مكملين ولن نتراجع خطوة واحدة حتى لو حزفوا مليون قناة مكملين برضو زي ما ظهر قدام حضرتك دي صور للدرون الامي كيو تسعة اللي اسقطتها لها الامريكية طائرة المصارى الامريكية التي اسقطتها القوات بتاعة الحوثي منذ ايام وغطناها مش بس كده الحوثيون قالوا منذ ايام وعملنا لهم حلقة مخصوص قالوا سنقوم باستهداف السفن التي تملكها او تشغلها شركات من اللي مايتسموش وننصح للجميع بالاتعاد عن هذه السفن تمام وبرضو غطينا ده وقتها التهديد بقى واقع فاكر الحلقة اللي عملناها فيه حلقات الامس ساعت ما قلتلك الناس عملت ضيق على مصر وتقول لازم مصر تفتح المعبر لازم عندك طرق تانية بالفعل الحوثيين عملوا كده الحوثيين عملوا كده يعني اللي بيطلبنا بغلق خناة السويس تمام غلق خناة السويس هو اعلان حرب رسمي مش على هنا او هنا وما تنفعش وسيلة ضغط ديت تتعامل لما تكون بالفعل بالفعل انت عملت الاستراتيجية اللي انا كلمتك عنها ان الدول العربية كلها توحدت وكلها وبدأت بالفعل حرب كبيرة على اللي مايتسموش لتحرير المسجد الاقصى الاستراتيجية اللي قدمناها ساعتها تقدر بقى تقطع البترول تقدر تغلق قناة السويس تقدر تعمل كل شيء يقدر اهلنا وناسنا في الجزائر يغلقوا او بالاتحاد مع المغرب طبعا يغلقوا مضيق جبل طارق عشان يمنع المدمرات الامريكية انها تدخل نقدر نعمل حاجات كتير بس لما نكون فعلا مستعدين والقوات في اليمن اهلنا وناسنا في اليمن واللي في الصومال يقفلوا باب المندب بحيس نطبق الحصار في المنطقة دي ونعرف نستفرد بمين باللي مايتسموش نعدمهم العافي دي استراتيجية لازم تتعمل ومش هتاخد سنة ولا اتنين ممكن تاخد عشرات عشر خمساشر عشرين سنة لو بدأنا دلوقتي ما تنساش ان الاسود قاعدوا يجهزوا للحرب اللي عملوها دخلوا بالزبط اقل من ساعة يوم سبع اكتوبر قاعدوا يجهزوا لها سنة فانت عايز تحارق اللي بقى لك الحرب اللي مايتسموش مش الحرب اللي من ده انت بتغير النظام العالمي ده انت بتقضي على الفيروس اللي زارعوا الغرب في قلب المنطقة انت بتسيطر او بترجع تستقل كل الموارد الموجودة في المنطقة بتبقى فيه قوة تلتة طلعة فالموضوع اكبر من كده بكتير المهم خلينا في موضوعنا ان اهلنا وناسنا في اهلنا وناسنا في اليمن الحوثيين تحديدا عملوا ايه عملوا اللي محدش قدر يعملوا انهم بالفعل يعتبروا حطوا اديهم على مضيق باب المندة سيطروا بالفعل واجب لكم فيديوهات حصري معانا النهاردة الحوثيون زي ما ظهر قدام حضرتك يعلنون الاستلاء على سفينة بتاعت اللي مايتسموش واللي مايتسموش او المغضوب عليهم بيقولوا ايه لا علاقة لنا بها هم عايزين يهربوا من المسئولية خلي بالا اللي مايتسموش اجبا ما يكون بيعملوا ايه زي ما غطينا في الحلقة الماضية بيحاولوا يشوهوك ويدخلوك في حرب عالمية بمعنى ايه لما القسود دخلوا يوم 7 اكتوبر قال لك بص ده دخلوا وهجموا على الحفلة وعملوا زي ما شرحنا في الحلقة الماضية واغتصبوا النساء وقتلوا الاطفال واعتدوا على المدنيين ده هم اللي قتلنهم زي ما شرحنا واكدنا في الحلقة الماضية الهارتز نفسها اللي بتقول كده برضو هنا اقولك لا لا ده السفينة بتاعت ده هم كده بيقفلوا وبيتعرضوا للممرات اللي ايه البحرية العالمية عشان يدخلك في حرب بقى مع امريكا مع الغرب مع روسيا مع الصين مع هنا مع هنا مع هنا اللي ليه مصالح في المنطقة دي ييجي جاري وصلتك القصة فمش هتبقى مش هم اللي هيخش في الحرب بس هم عايزين يعملوا كده وقال لك احنا ماناش دعوة بالايه بالطلع متحس باسمه وزير الدفاع او وزارة الدفاع بتاع اللي ما يتسموش او الجيش اللي ما يتسموش بيقول ايه احنا ماناش اي علاقة بالسفينة دي فيما ذكر مكتب رئيس وزارة اللي ما يتسموش او المخضوب عليهم ان السفينة التي هجمع الحوثيون بتوجيهات ايرانية كانت مستقجرة بعد ما لهمش علاقة بيها قالك لا ده كانت مستقجرة من شركة بتاعتنا يعني وليس على متناء ايه مواطنين لينا يعني احنا بستقجرينها بس بعد ما لهمش بتاعتنا طالوا وقالوا لا ده احنا بستقجرينها بس وقال مكتب اللي ما يتسموش رئيس مكتب اللي ما يتسموش يعني او رئيس مكتب وزراء اللي ما يتسموش في بيان على منصة اكس ان السفينة المملوكة اللي شركة بريطانية عايزين يدخلوا بريطانيا وتشغلها شركة يابانية تخش معنا كمان اليابان مضيفا الى ان 25 فردا من جنسيات مختلفة كانوا على متن السفينة ليس بينهم مواطنين من عندنا فعايز يدخلك بريطانيا وعايز يدخلك اليابان وعايز دخل لك امريكا وعايز دخل لك اللي هما الخمسة وعشرين فرض اللي من الجنسيات مختلفة مش واضح الجنسيات ايه لحد الوقت واصف مكتب رئيس وزراء المخضوب عليهم الهجوم على سفينة بأنه ايه قفزة للامام فيما يخص الهجمات الايرانية محذرا من ان الهجوم على السفينة يخلق تدعيات على امن خطوط الملاحة الدولية الخطوة دي حرفيا نقلت الحرب من هنا اللي ما يتسموش عايزين يعملوا ايه ابعد امريكا اثري على مصر اثري على الاردن اثري على السعودية اثري على هنا محدش لي دعوة انا هستفرد بدولي اكلهم ومصمصوا حلو الكلام ايران عايزة تنوع الموضوع وتوسع الدايرة بس في نفس الوقت او رجالتها يعني في نفس الوقت ما تخشش هي في القصة في نفس الوقت تحط ايديها على ممرات مهمة بتقول انا موجودة هنا هي بالفعل عاملة دوشة في مضيق هارمز وفي الخليج العربي ودلوقتي بتقول ايه انا موجودة هنا في باب المندب بس مش بستهدف الكل انا ببدأ باللي مايتسموش بس حلو الكلام الحوسيون يحتجزون السفينة اسمع جالاكسي ليدر قبلت سواحل اليمن وهي تابعة لشركة يملكها الرجل الاعمال بتاع اللي مايتسموش اسم رامي انغر تمام تمام تعال نشوف الفيديو كده بتاعي طلع كلامك طبعا كتير انه عن طريق هبوط بطائرة هل هلقابتر يعني وا 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 في في فيديو طلع زي مظاهر قدام حضرتك للاحظة الايه السيطرة على السفينة دي السفينة ليدر زي مظاهر قدام حضرتك جالاكسي ليدر ودي زوارق وده الشغل الايراني على فكرة بدايما بزوارق زي مظاهر قدام حضرتك وهم بيتسلقوا الايه السفينة عشان يسيطروا عليها ده فيديو منسوب للقوات بتاعة الحوثي زي مظاهر قدام حضرتك وبالفعل سيطروا على السفينة وده فيديو اخر ساعة استحاب السفينة للموانئ بتاعة اليمن عشان يحتجزوها زي مظاهر قدام حضرتك ويظهر الاسم على السفينة دلوقتي جالاكسي ليدر دي خطوة مهمة جدا في الحرب الحرب بتتوسع في اطراف كتير بتخش في ناس بتفرد وجودها في المنطقة ده اللي انا بقوله بقى ان ايران محترفة في القصة دي ليها مشروع ليها هدف ليها ليه احنا بقى كعرب بنعمل ايه مفروض نعمل استراتيجية زي ما انا شرحتها لك في الحلقة الماضية لا عايز تعمل حرب وتعمل حرب بجد تعالى حط ايدينا كلنا في ايدين باع انت عندك قدرة زي مثلا الجزائر الحبيب عندها قدرة على الغاز انتاج الغاز كبيرة تعرف تضغط به عندها رمضان العمامرا ليه علاقات مرعبة وقوية جدا في قلب القارة الافريقية قدر يحشد القارة الافريقية معنا عندك عندك السعودية عندها النفط وعندها الثروات وعندها التأثير الموجود عالميا عندك مصر عندها قوة جيش رهيبة جدا وعتاد وعدة كبيرة وموقع استراتيجي عندك ليبيا عندها النفط عندك السودان عندك 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 الصومال تحت نقدر نقفل باب المندب عندك اليمن عندك 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 سوريا عندك العراق عندك تركيا تقدر تخش معنا مع دولة اسلامية برضو عندك عندك كتير قوي تقدر تعمل استراتيجية انت دورك هتقفل مضيق جبل طارق وانت دورك هتقفل مضيق المندب باب المندب ومصر هتقفل قناة السويس وانت تقطع الغاز وانت تقطع النفل والجيش من عندنا والمعدات من عندنا وانت هتنعمل اقتصاد حرب للمنطقة نقدر نعمل ده ايو نقدر لانما انت بقاعد وتقول هو ده ما عملش مش ماتش الكورة ده حتى ماتش الكورة بيعودوا يعملولو معسكر لمدة تلات اربع اسابيع بيتدربوا عشان يلعبوا الساعة ونص وانت عايز كده مفيش حاجة اسمها كده وعلى طول طلعت اليابان زي ما ظهر قدام حضرتك مجلس الوزراء الياباني بيقول ايه نسعى للإفراج على للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الاحمر مش 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 بتاعتنا واخبالك او مش احنا اللوم كله علينا يعني لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة المحتجزة لدى الحوثي ما فيش اي مواطن ياباني تمام طلع تاني مكتب رئيس وزراء اللي ما يسموهش بيقول اختطاف السفينة عمل ارهابي ايراني ونودين بشدة الهجوم الايراني على السفينة او على سفينة دولية اختطاف السفينة سيخلق تدعيات دولية تتعلق بامر الممرات الملاحة العالمية ورد فعل ارهابي ايراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر تمام وعايز يعمل ايه تعالوا بقى كلنا نتجمع عشان نخش في حرب مع مين مع الايه الايران ورجالتها نركز بقى مع بعض كده في تحليل بسيط كده ايه اللي متوقع انه يحدث السفينة ديت اسمها جلاكسي ليدر حمولتها تمانية واربعين الف طن طلها مية تسعة واربعين متر وهي مخصصة لنقل المركبات عربيات يعني وعليها طاقة من عشرات الاشخاص خمسة وعشرين الجيش بتاع اللي ما يتسموش قال مش بتاعتنا ومش بتاعتنا خالص ومعليهش اي ايه مواطن من بتاعنا حلو الكلام لكن الخارجية بتاعتهم قالت ايه ان السفينة مستقجرة من شركة بالفعل بتاعتنا في تصريحين متضربين هم عايزين يقولوا بتاعتنا بس عايزين يدخل اطراف زي منا شرحتنا حلو كده حلو كده فاحنا دلوقتي قدام حادث خطير جدا ومفصلي هيقلب خطوط التجارة ويهدد حركة الملاحة الدولية بالبحر ومفيش قدام المجتمع الدولي سوى عدة خيارات ايه الخيارات بقى ركز معايا هم اربع خيارات او خمسة نركز في الخاري الاول اما ان يتم اعلان الحرب على اليمن وده صعب جدا ليه بقى لان اليمن مستنقع مصر دخلته قبل كده في الستينات وما طلعتش منه وكان سبب رهيب جدا او كسبب كبير جدا ويمكن السبب الاول في حدوث ناكسة 67 لانه استنزف مقدراتنا الغطاء الزهبي واستنزف جنودنا وكانت كارسى يعني كان خطأ كبير لعبد الناصر وقتها ودلوقت السعودية بقى لعشر سنين برضو في نفس المستنقع لحد وقت مش عارفة تطلع منه فهل امريكا هتكرر وتخش المستنقع ده ده مستبعا وان كان وارد بس مستبعا ادي واحد والمستفيد منه ايران لان انت كده هدخل امريكا في حرب مع ايه مع زراع من ازرعي وصلتك القصة ده اللي ايه ده الخير الاول اما الغرب يضغط على اللي ما يتسموهش بشكل عملي لوقف الايه الحرب وده اسحل بس كده هتبقى ايران حطت رجليها او حطت ايديها فين في باب المندب وعلى البحر الاحمر راجل من رجالتها حطت ايده هناك حلو الكلام كلام جميل طب الخير التالت اما الغرب يضغط على اللي ما يتسموهش بشكل عملي لوقف المجازر وده اسهل او وقف الحرب في القطاع وده اسهل بس كده هتبقى مستفيدة ايران حطت ايديها ورجليها فين في قلب البحر الاحمر او في مضيق باب المندب تمام الخير التالي اما اللي ما يتسموهش تعلن لوحدها الحرب وده مستحيل على اليمن وهذا الخيار سيؤدي لتدمير واحتجاز مزيد من سفن بتاعتها ومش هتقدر اصلا تعلن الحرب على اليمن الخير الرابع ان امريكا تتدخل العسكريا ووقتها الرد اليمني هيكون ضد السفن الامريكية ايضا امريكا تخش لوحدها وامريكا ما بتخشش لوحدها طيب الخيار الخامس ايه انهم يعملوا وضن من طيل وضن ملعجين وما يركزوش في القصة خالص وما يتكلموش ولا يحركوا اي ساكينة وده اللي متوقع وده اللي متوقع في خلال الساعات القليلة القادمة هيخلصوها على طولة المفاوضات تعال يا ايران ان نقعد مع امريكا انت عايزة اي انا عايزة كذا اللي هو اللعب السياسة تاخد بعض المكاسب بقى في سوريا تاخد بعض المكاسب في العراق تاخد بعض المكاسب هنا تاخد بعض المكاسب هنا هكذا هو الشغل ودي السياسة يا جماعة وده زكاء من ايران زكاء كبير فالارجح للخيارات انا برجح الخيار الخامس في البعض بيرجح انه ممكن يتم العلال الحرب على اليمن وفي البعض يقولك لا ده ممكن ايه اه اللي مايتسموش يخش الوحدهم ان كان ده صعب ان كان ده صعب بس من المؤكد ان الموضوع بيكبر تمام تعال بقى نشوف احنا بنعمل ايه اللي ظهر قدام حضرتك دي طائرة من عند الامارات نزلت فين يا برينس الليالي نزلت في قلب عاصمة اللي مايتسموش اقلع طائرة شحن من طراز كذا كذا اللي ظهر قدام حضرتك دي ظهر اليوم تسعتاشر نوبمبر من ابو ظبي الى عاصمة اللي مايتسموش الطائرة تتبع شركة كذا كذا الاماراتية وهبطت في مطار بنجاريون الساعة اتناشر سبعة واربعين دي الطائرة مخصصة للشحن العسكري الثقيل بتدي سلاح لمين للي مايتسموش او المغضوب عليهم عشان تقتل اخوتنا في القطع فما تجيش ترمي اللوم على مين ترمي اللوم زي ما انا قلت لك في الحلقة الماضية على مصر لأ عايز تعمل حرب يلا مين زي ما انا قلت لك كده من المحيط للخليج ما تعودش تتفرج على التليفزيون او الموبايل وتقول حرب لأ هستعمل حرب يلا كلنا مع بعض اللي معه فلوس يدعم اللي معه غاز يدعم اللي معه كذا يدعم نفتح مصانع للسلاح كلنا زي ما ايران بتعمل كده ايران بتعمل ايه زودت القسود بالسلاح على رغم الحصار الكبير ده عملت في اليمن خلت اليمن تركع السعودية عملت في سوريا عملت في العراق جابت حزب الله دخلته سوريا عشان يقتل اعلان شغالة شغل كويس احنا بنعمل ايه احنا بنموت بعض احنا رايحين نتفق الامارات راح تتفق مع اللي ما يتسموش المغضوب عليهم عشان تقتل اخوتها واهلها ونازها بس دي القسر فالمشروعين الموجودين في المنطقة مشروع بيأكل بعضه وبيموت في بعضه اللي هو المشروع بتاع التطبيع اللي فاشل فاشل زريع والمشروع الايراني المشروع راني لحد دلوقتي ناجح بشكل منقطع النظير يا ابراهيم انت مع ولا ضد انا لا مع ولا ضد انا بحلل لك سياسة وبشرح لك الموضوع بمنتهى البساطة ورأيي بقوله لك بس يا سيدي شكرا وشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشرق وشكرا اشتركوا في القناة